كونك أنت منشد من نهاية التسعينات تقريباً ولليوم وإنت مستمر وإنت بهذا العمل شنو الطموح اللي ظل ما محققه كونك اليوم واحد من أهم المنشدين شنو ظل بعدك ما محققه الظل إنه ردت مثلاً أنشد لأغلب الديانات اللي بالعراق موجودين حاب إنه هذا الموضوع حاب إنه أنشد مثلاً للديانة المسيحية أو للصابقة أو مثلاً لبقية الديانات اللي بالعراق شي حلو هذا مصاير ليش ما سويت لي هسه يعني الكثرة الأحداث المتسارعة اللي تخص البلد وكثرة العمل وإلى آخره شوية جاية تبعدنا من هذا الموضوع بس إن شاء الله بالقريب العاجل بأقرب فرصة أحاول أحققها إن شاء الله شنو الصخرة اللي بحياتك اللي قاعدة تعرق المرور السياف اللي تتعرق الحياتك يعني بصراحة أنه الصخرة أنا أعتبرها الصخرتين خلي أسميها أو وحدة عامة أو وحدة خاصة الصخرة الأساسية هي الحكومة الحالية اللي صارت نقمة على الناس يعني بصراحة والموضوع الخاص خلي أسميه موضوع الطائفية أهم اللي مقدرنا نتخلص من عندها ضيلة هذه 17 سنة ودنعان الصراح وإلى يومنا هذا ونخاف أنه ليكون مستقبلاً مستمر هذا الله شكراً لكم شكراً لكم